ولكن أن يُعطى الإنسان الدين وأن يُعطى الذكر وأن يُعطى الباقيات الصالحات أولى له أولى له أن يفعل ذلك لأن نبينا عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح من أصبح منكم آمناً في سربه معافاً في بدنه عنده قوت يومه فكأنما سيقت له الدنيا بحذافيرها الذي أصبح آمناً في سربه معافاً في بدنه عنده قوت يومه هذا كفاء كفاءٌ ما بعده كفاء ويذكرون في اللطائف العربي القديم أن معاوي بن أبي سفيان كان له صديق في جاهليته ثم لما أسلم ثم أفضى إلى أن أصبح أميراً للمؤمنين في الدولة الأموية جاءه طامعاً في عطائه جاءه طامعاً في العطاء فقدم له الطعام وكساه ولكنه أراده أن لا يتردد عليه مرة أخرى فقال له يا أعربي ما العافية عندك قال يا أمير المؤمنين العافية هناء البال واستقرار الحال قال أخطأت يا أعربي ما هذه هي العافية قالوا ما العافية يا أمير المؤمنين قالوا يا أعربي العافية قوتٌ يكفيك وبيتٌ يؤويك وزوجةٌ صالحةٌ ترضيك ونحن مأشر الأمرة لا نعرفك فنؤذيك فقطع عليه طمعه وعلم أنه لا يريده أن يعود مرة أخرى كان أبو العتاهية رحمه الله كان يقول رغيف خبزٍ يابسٍ تأكله في زاوية في ناحية من النواحي قال رغيف خبزٍ يابسٍ تأكله في زاوية وكوز ماءٍ باردٍ تشربه من صافية وغرفةٌ ضيقةٌ أي مسكنٌ وإن كان ضيقاً قال وغرفةٌ ضيقةٌ نفسك فيها خالية خالية من الهموم نفسك فيها خالية قال وغرفةٌ ضيقةٌ نفسك فيها خالية أو مسجدٌ بمأزلٍ عن الوراء في ناحية تقرأ فيه مصحفاً مستنداً لسارية سواري جمع سارية وهي أعمدة المسجد قال أو مسجدٌ بمأزلٍ عن الوراء في ناحية تقرأ فيه مصحفاً مستنداً لسارية مُؤتبِرًا بمَن مَنْ مَضَى من القرون الخالية خيرٌ من الساعات في فيئ القصور العالية خيرٌ من الساعات في فيئ القصور العالية تعقوبُها عقوبةٌ تُصلى بنارٍ حامية فهذه وصيَّتي مُخبِرةٌ بحالية طوبى لمن يسمعُها تِلْكَ لَا عَمْرِ كَافِيَة فَاسْمَعْ لِنُصْحِ مُشْفِيقٍ يُدْعَى أَبَلْعَ تَاهِيَة هو يقول أن المسألة ليست في كثرة المال ولا المتاع ولا القصور ولا الدور ولكن الإنسان قد يجد في أقل الشيء يجد فيه متعةً وسعادة وطمأنينةً وهناء هذا ما يمكن أن يُقال في هذا الحديث وننتقل إلى الحديث الموالي على بركة الله وحدَّثني عن مالك نعم عن زياد بن أبي زياد أنه قال قال أبو الدرداء ألا أخبركم بخير أعمالكم وأرفعها في درجاتكم وأزكاها عند مليككم وخيرٌ لكم من إعطاء الذهب والورق وخيرٌ لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى قال ذكر الله